تلقى حضرته صاحب السمو من البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعى رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم هذا نصها حضرته صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعى أمير البلاد المفدى ببلغ السرور وعظيم الفخر أرفعوا إلى مقام سموكم الكريم أجزل التهاني وأزكى التبركات وأنبال الدعوات بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم رعاكم الله مقاليد الحكم ببلدنا العزيزة الكويت كما يطيب لي وأبناء شعبنا الوفي أن نغتنم هذه المناسبة الوطنية وكويتنا تزهو سعادة وفرحا لنعبر بكل شموخ وعنفان عن بالغ اعتزازنا بجهود سموكم الدؤوبة ومساعيكم الحثيثة المفعمة بالإنجازات والعطاءات في كافة المجالات لقاء ما حباكم المولى سبحانه وتعالى من بعد نظر وحكمة ورؤية وبصيرة وفي هذا المقام فإنه لا يسعني إلا أن أبتهل إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وسموكم ترفلون في ثوب الصحة والعافية وأن يحفظكم بعين رعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم لتحقيق ما يسبو إليه أبناء كويتنا الحبيبة من آمال وطموحات وعلى وطننا الغالي بدوام الأمن والمزيد من العز والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وكل عام وسموكم بخير